جماهريا بعد اللي حصل في بطولة الامم الفريقية وخروج منتخبنا وانه المنتخب ما اداش الى اداء اللي كان مطلوب من المنتخب الوطني وقتها حصل طبعا اجياء الاتحاد الكورة والاستقالة ويعني المنتخب وطبعا الوضع اللي كنا فيه مطلوبات كثيرة جدا تدعم المدرب الوطني وخاصة ان نحن شوفنا منتخبات اللي معاها مدربين وطنين لتنين اللي عندهم مدرب وطني هم اللي لعب والنهياء الجزائر والسنغال والل العمل معنا كده في فترة مفترات كان ينحسن شحاتة 2006, 2008, 2010 مدرب وطني عارف يقدر فيه روح زي المدرب الوطني اللي كان مع منتخبنا كرة اليد وصل بنا لربع النهائي وحصل على المركز الثالث على مستوى العالم كأس العالم لكرة الهد للشباب وكان معنا مبرح مداخلة كابتن طارق محروص فإذا المدرب الوطني عادة عادة في الأحداث كتيرة جدا شوفوا حضراتكم مدرب منتخب أوروغوي ما شاء الله بيوصل بهم وبيعن معهم واخد بطولة كوبة أمريكا كذا مرة العالم مشاركات والرجل يعني بيأدي أدي إيه مدرب الوطني بيكون حل كبير يقدر كمان من غير ما يبقى فيه مجملات والرئيس النهاردة ركز بكلامه كتير جدا عن مسألة المجاملات لهو الاختيار بشفافية من غير ما يبقى فيه مجاملات بحيات بكده يعني لأنه شوفنا طبعا سنوات كثيرة مسألة المجاملات بتود فين فلم يبقى عندك مدرب أنا بتكلم على قطاع أو حاجة واحدة تتعلق بالتدريب ولكن الرئيس كان بتكلم كمان بشكل عام على الاختيارات في أماكن كتيرة اختاروا بحياد واختاروا بعيدة عن أنه كنت جمله وحد وأنه الشلالية والحاجات اللي هي بتتشاف كده ابعيدوا عن الكلام ده اختار على أسس مهنية أسس علمية ويمكن الرئيس لما بتكلم فيه عدد من القطاعات اللي تكلم عليه المسألة المدروسة فالنهاردة وأنا بتكلم دلوقتي عن التدريب أو أنه مدرب وطني نشوف المدرب الأصلح لمنتخب الوطني في هذه الظروف مين اللي هيقدر يعمل منتخب بيجمع منتخب والرئيس إدى مثال لا مصر فيها يعني هل مصر مفيهاش ألف واحد نعمل منتخب من ألف واحد من غير ما يبقى عندنا حد يسيء هنا أو هنا من غير ما يبقى فيه أي تفاصيل أو نقدر نوضح الكلام ده أو نقول على أسماء بعينها هل عندنا؟ آه عندنا عندنا وانا بقول بدل الواحد اتنين يقدروا يعملوا ده فأنا تمنى خلال أنه داخلين خلي بالحضراتكم على تصفيات مهمة أمم أفريقيا واحد وعشرين وكأس العالم اتنين وعشرين عندنا بعد شهرين عندنا تصفيات بعد شهرين داخلين تصفيات فإمتى حان الوقت ويمكن نهاردة هيكون الضوء الأخضر من السيد الرئيس الوزير الشباب والرياضة أنه نبدأ على طول فيه اختيار مدرب ليقود المنتخب الوطني يبدأ كمان فيه اختيار عندنا عدد من لعيبة اللي هما هيفضلوا فيه المنتخب ولكن عندنا كمان نشوف كمان اللي يستحق من غير ما نعمل مجاملات زي ما حصل فيه المرة السابقة المرة اللي فاتت مع كل كل الناس كل الناس بما فيهم الكابتن حسن شحات هو كان معنا على التليفون بما فيهم عدد كبير جدا من نجومنا كابتن فاروق جعفر كتير 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 كل الناس كانوا بتكلمه والنقاط منهم حسن مستكاوي كلمه على المجاملات تم فيه وإحنا وإنتوا كجمهور